إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسدو وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا يعني أول شيء الإسلام انتشر في الجزيرة العربية بالسيف وبالأفكار عزيزي الموفر السيف ممكن يفتح بلد بس عمره ما يفتح قلب وهاتلي أي دين أو فكر قدروا يفرضوا نفسهم بالسيف والقوم أجدادك الغزاة احتلوا المنطقة عقود وسنين وخارجوا زي ما داخل سرقونا ولهبونا ورسموا حدود وقعتنا في بعض عدي على المغرب والجزائر وتونس ولبيا ومصر والشام وهاتلي واحد اتفتن بأخلاق العصابات اللي جاتنا هابتنا مفيش قوة مهما كان تقدر تنشر فكرة بس الفكرة لو معهاش قوة هتتحاصر بس الفكرة لو معهاش قوة هتتحاصر من أول مقابيل استخدم العنف والموضوع بقى واضح مفيش حق بيعيش علشان هو حق مفيش حق بيعيش علشان هو حق بيعيش لما يكون قادر يقاوم ويعافر ويقسم مشواره الجوالات والمغفل بس اللي يوقف قدام الدبابة ببوكيورد هتقول لي ايه؟ النبي بتاعي يقاطع طريق وبيروع القبائل الامنة ويخوفها وده مش شغل امبيع ارجع وقول يا مغفل الهمم المتحدة اللي بتحميك بتقر النهاردة ان في وقت الحرب يجوز التعرض للسفن والقوافل التجارية كجزء من المعركة وده اللي حصل مع المسلمين الاوالي قدروا يضغطوا على قريش والقبائل ويفرضوا عليهم امر واقع ويفهموا الظلمة اللي منعوا شوية عزل من ممارسة عبادتهم انهم ييجوا يتفاوضوا ويخلعوا كبرياءهم قبل ما يخلعوا نعالهم ويقولوا طلباتكو ايه؟ وعمري ما كان ده هيحصل غير بالعين الحمرة اللي انت جاي وانفكر انك اتعيرني بيها وناس ان الدول النهاردة بتتباها بالتسليح واستعراض القوة وانت نفسك فخور بان بلد الجيش هفيها وفيه وترتيبه مش عارف رقم كام في التسليح السيف ممكن يفتح بلد لكن الفكرة الفكرة الصح الفكرة اللي مسكة نفسها بس هي اللي تقدر تفتح القلوب وهاتلي دولة واحدة دخلها الاسلام بالقوة ولما ضارز الزمن وضعف وضعف الاسلام اهلها ارتدوا مش المفروض انهم كانوا مغصوبين؟ ليه فضلوا مسلمين؟ اترد اوعى تكون فاكر ان انا على رأسي بطحة ولما تيجي بالشعيتين بتوعك وتقول الاسلام بتاعك انتشر بالسيف خاف ويقولك لا والله حتى بص في الهند ودول شرق اسيا الاسلام هناك انتشر اخلاق المسلمين اوعى تكون فاكر ان انا هخاف وقولك احنا والله بتوع تسامح مش بتوع عنف وبص كده على التحية بتاعتنا هتلاقيها بتبدأ بالسلام عليكم احنا دين السلام لا 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 فعلا مستحيل الاسلام كان هينتشر الا بالعين الحبر شوال المصطلحات اللي انت جايبه وجاي تفرقه علينا ده خلاص انا الاول نفهم كويس ونقطع الكلام وحكاية الحدوتة من الحتة اللي انت عايزها مش هتاكل معي راجل عنده 40 سنة مفيش في سرطه خدش لدرجة ان كان اسم الشهرة بتاعه الصادق الامين فجأة خلتوك الداب وساحر ومجنون وصاحب اجندة حط فوقهم 12 سنة كمان عايش فيهم واستنى الظلمة بيتعرضوله في الرايحة والجاية بيعتدوا عليه وهو بطوله بتروعوا بناته بتعذبوا صحابه بتحصروا فكرته كان ايه طلبه هي جملة واحدة بس طلب واحد بس خلوا بيني وبين الناس عندي كلمتين عايزة اقولهم للناس سيبوني اقول للناس فكرتي مايفيه عمره صلى الله عليه وسلم ما رفض اي دعوة لحواره 12 سنة لعارف يصلي في امان ولا يقابل الوفود اللي جاي يتحك ولا يرفع صوته ولما فرض عليكو امر واقع جايين النهاردة تقولوا انه نشر رسالته بالسيف والعنف عزيزي الموفر السيف ممكن يفتح بلد بس عمره ما يفتح قل وهاتلي اي دين او فكرة قدروا يفردوا نفسهم بالسيف والقوة اجدادك الغزاة احتلوا المنطقة عقود واسنين وخرجوا زي ما داخلوا سرقونا ونهبونا ورسموا حدود وقعتنا في بعض عدي على المغرب والجزاير وتونس وليبيا ومصر والشام وهاتلي واحد اتفتن باخلاق العصابات اللي جاتنا هابدنا مفيش قوة مهما كان تقدر تنشر فكرة بس الفكرة لو معهاش قوة هتتحاصر من اول مقابيل استخدم العنف والموضوع بقى واضح مفيش حق بيعيش علشان هو حق مفيش حق بيعيش علشان هو حق بيعيش لما يكون قادر يقاوم ويعافر ويقسم مشواره الجوالات والمغفل بس اللي يوقف قدام الدبابة ببوكيورد هتقول لي ايه؟ النبي بتاعي يقاطع طريق وبيروع القبائل الامنة ويخوفها وده مش شغل امبا ارجع وقول يا مغفل الهمم المتحدة اللي بتحميك بتقر النهاردة ان في وقت الحرب يجوز التعرض للسفن والقوافل التجارية كجزء من المعركة وده اللي حصل مع المسلمين الاوالي قدروا يضغطوا على قريش والقبائل ويفرضوا عليهم امر واقع ويفهموا الظلمة اللي منعوا شوية عزل من ممارسة عبادتهم انهم يجوا يتفوضوا ويخلعوا كبرياءهم قبل ما يخلعوا نعالهم ويقولوا طلباتكو ايه؟ وعمر ما كان ده هيحصل غير بالعين الحمرة اللي انت جاي وانفكر انك اتعيرني بيه وناس ان الدول النهاردة بتتباها بالتسليح واستعراض القوة وانت نفسك فخور بان بلد الجيش هفيها وفيه وترتيبه مش عارف رقم كام في التسليح هتقولي سيدنا عيسى ممسكش سيف؟ هقولك مغفر سيدنا عيسى عليه السلام ما كانش مطلوب منه يأسس دولة كان موجود في دولة قائمة وكانت رسالته رسالة محدودة الاهداف نشر التسامح والمحبة وطريق قلوب اليهود والرومان وطرح أبجديات إنسانية في واقع مادة وعلى قد الهدف بتكون الأدوات هو عتنسى أن نتأذى وتعرض لمحاولات قتل واغتيال وفي يقيني إنهم فعلا قتلوا واحد شبهه زي ما في يقينهم إنهم قتلوا صلبوه وما قدرش الحواريين اللي معاه يحموه لحد ما ربنا رفع وحماب معجز أخوه محمد صلى الله عليه وسلم كان عضوه مختلف وهدواته مختلفة ومنهجه غير محمد العظيم هو النموذج الواقعي اللي ينفع يعيش ويستمر مهما تغيرت الأحوال أو تبدلت النموذج اللي عارف إن العدل والرحمة والحب والخير مستحيل هينتصروا إلا لو كان ظهرهم ثابت ومحميين بقوة تخلي الشر يفكر ألف مرة قبل مشطانه يوزه ويعمل الغلط ولو في دماغك بربع يدرها معقل كنت تبص للسيف لما انتصر عمله النبي دخل مكة اللي فضلت سنين تأذيه دخل ومعاه عشر تلاف سيف مرفوعة مستنية أقشرة منه عشان تشفي الغليل غليل عمار وبلال وتاخد حق سمية وياسر وحمزة وغيرهم اللي رمل مكة يشهد على اللي حصل فيهم لكنه طم من القلوب المرعوبة هدى الناس قال لهم براءة براءة اذهبوا فأنتم الطلقاء ادروا يعفي على قريش وعن اللي أزوه في الطائف وعن الوفود اللي جات تبايع وتقول له المسامح كريم ركز شوية وركز شوية يمكن تفهم الفرق بين الاول اللي بتغري بالطغيان والاول اللي بتحمي الحق الفرنسويين بيتفشخروا بنابليون كان بيبيعي نابليون سبح والانجليز بيتفشخروا بتشيرشل وكأنه كان بيوزع ورد في الكريسمس وهو الامريكان اللي كل حضرتهم قايمة على جماجم السكان الأصليين أو الهنود الحمر زي ما بيسموهم بيتفشخروا بروزفلد كان بيشتغل ليه روزفلد بيعمل موائد رحمن كل الدنيا بتتباها بقادتها اللي دفعوا عنها واحنا كمان بنتباها بقادتنا اللي دفعوا عن قيامهم وفكرتهم ودنهم وخلاصة الكلام خلاصة الكلام السيف ممكن يفتح بلد لكن الفكرة الفكرة الصخ الفكرة اللي مسكة نفسها بس هي اللي تقدر تفتح القلوب وهاتلي دولة واحدة دخلها الاسلام بالقوة ولما دار الزمن وضاعف وضاعف الاسلام أهلها ارتدوا مش المفروض انهم كانوا مخصوبين ليه فضلوا مسلمين بترد عشان الاسلام لما بيدخل قلب ما بيخرجش منه خدش والمصطلحاتك وتهمك وتوكل على الله أنا ببساطة مسلم ما فيش على رأسي بطحة دارية ولو كان في بطحة فمش من الاسلام ولا نبي الاسلام البطحة اللي على رأسنا سببها ضعفنا واننا صدقنا ان ممكن في يوم الحق ينتصر بس عشان هو حقنا وانسينا وقعدتو المقطع ده يا جماعة قمة في الرواحة ربنا يا جزي خير وستاذ كانيمي الشازلي وربنا يصلح حاله صراحة اوجز وانجز في هذه الشبهة بطريقة شبابية جميلة وعرض الشبهة بكل يعني قوة وفي نفس الوقت بعزة المسلم المطلوبة شبهة انه الاسلام انتشر بالسيف وان نبي الاسلام كان يقاتل وفي الاسلام غزوات وفتوحات ومحاولة تشويه الاسلام من الباب ده وانك تكلم المسلم اقصد طبعا بالموضوع ده النصارى النصارى بيكلمه المسلمين على ان دي عيبة ان ازاي الاسلام فيه غزوات وفيه حروب وفيه مفيش دولة محترمة الا لها جيش والدول بتفتخر بالتسليح وتتباهى بقوة الجيوش احنا مثلا كمصريين بنفتخر بالجيش المصري فبنقول عندنا جيش قوي الجيش القوي ده بيعمل ايه بيخرط بطاطس بيعمل سنبوسة جيش بيحارب ويقاتل طب ليه بنفتخر به لانه لا يمكن تحمى الدولة ولا تبقى الا بوجود الجيوش ولا يمكن يبقى الحق الا بوجود قوة تحميه لا يمكن يستمر حق الا اذا كان في قوة تحمي هذا الحق نعم الاسلام فتح مصر فتح الشام لكن اللي فتح قلوب الناس هو الحق اللي بيحملوا اهل الاسلام وهو ده اللي بيقولوا قساوسة الدنصارة نفسهم لكن كثير من اقباط المهجر وبعض النصارة الحاقدين اللي دايما عايزين يقيموا الفتنة الطائفية بين الناس في مصر لاننا متعايشين في سلام يجي يقول لك المسلمين محتلين مصر مع ان القساوسة يقولون خلاف هذا الكلام اسمع القسيس ده يقول ايه عمر بن الخطاب مرضيش يصلي في كنيسة القيامة قال لحسن يفهمه ان انا هحولها الى مسجد منتهى المحبة منتهى الحكمة ومش بس جدا كان عادي جدا زي انتوا عارفين لما كان نايم تحت شجرة بدون شراسة فواحد معدي من الاعرابيين فقالوا حكنت فعدلت فاننت فاننت يا عمر احنوين فينا ان عمر بن العاص رضي الله عنه هو اللي رجع البطرة بتاعنا الكبسين لما جيش كان فيه بطرة دخيل يناني فرض علينا واتطهبنا تصوروا ما فيه واتطهبنا لدرجة البطرة اختفى ولسقف اختفوا من كتر الاتطهار رجع عمر بن العاص قال لهم فيه وجاءوا ورجعوا كبسين واعاد له كل كنائس حاجة تبعين هوا ده الاسلام ده حضرتك قس بيقول ان بطرق يوناني مسيحي كان بيتطهب اهل مصر من المسيحيين وجاء عمر بن العاص عمر بن العاص ده دي انتو ايه بقى يا جماعة هندي بوزي هو بيعبد بقرة عمر بن العاص مسلم هو الذي جاء واعاد العدل الى مصر وهو الذي اعاد البطرق المصري او البطرق الكنيسة في الوقت ده اعاده وطرد اليوناني واعاد اساقفة النصارى الى مقاعدهم ورجع الامن للنصارى هو ده الانصاف ده قس نصراني على فكرة اقدام الشيخ في مسجد هو اللي بيقر ان مصر بعد الفتح الاسلامي رأت عدل الاسلام علشان كان الناس في مصر دخلت في دين الله افواجا الناس شافت العدل شافت الرحمة شافت الحق وقبل ده كله شافت الدين الحق شافت الصواب شافت ان انا ما بعبدش بشر واقول عليه انه صليب ومات شافت انهم سلامنا كان اسلام واسلامنا كان سالم فاللي شهد بالله من بعدها غانم لكره كان في الدين ولا حد كان مخصوب حب البشر للحق خلى القلوب بالدوب شكرا للمشاهدة